موكي قرية بجانبها مجمع مياه يسمى بوادي موكي في مساحة تقدر بخمسة كيلومترات تربة خصبة يعمل فيها مزارع الزراعة الشتوية قرابة عشر سنوات وهم يعتمدون على زراعة عدد من عنواء الخضروات وبجهود من مشيرتاد الراحل إدرسد بإتنو تم تنفيذ مشروع حصار المياه عبر بناء سد في مطلع عام 2015 سعيا منه لدهر سيولة المياه لتكون ساحة وادي موكي مسخرة للزراعة الشتوية وفي هذه المساحة التي تسع لخمسة كيلومترات مزارع مجزأة لعدد من المزارعين يشرع كل فلاح في زراعة الخضروات مع تراجع المياه وتنم النباتات المزروعة عبر المياه الجوفية ومع قطوفها يتم تصدير الخضروات إلى كافة حواضر المحافظات التابعة لولاية إنيج الشرق وفوق هذا الإنتاج والمحصول الموسمي يسقي وادي موكي أكثر من سبعة آلاتي وفي كل فلاح من المواشي وفي كل فلاح من المواشي